أمراض المرفان مثلاً بيكون معها التسعة في الأورثة ده نعمل ما سمعت عن اسمه إيه؟ مرفان دي من الأمراض الموجودة اللي هو الستة تبقى طويلة شوية بيبقى صباحة طويلة بيبقى عندها التسعة في الأورثة وارتجاعة في الأورثة بس دي حالات ندرة يعني ندرة آه زي مثلاً حالات الفلو الرباعي ودي مشهورة جداً في مصر حالات الفلو الرباعي لو مش متصلحة ما ينفعش إن إحنا إيه تحمل عليها نعم برضو نفس الفكرة زي بعض حالات الثقب ما بين الأزينين والبطينين اللي عامل مشاكل كبيرة قوي ده نقول لحضرت دي احنا ممكن ساعات من اكتشف أثناء الحمل إن ده أشهر حاجة إن المريضه عندها ثقب بيتم الاكتشافه وهي حامل أه بصطب وعاشت سنين عمرها كله طفولتها بشبابها بفرحها بجوازها بكله ما عنداش مشكلة خلص ما عنداش أي معاناة خلص ودي أشهر حاجة ما نشوفها في الحوامل ايه بقى ده بيتم اكتشافه ازاي يعني بتبتدي تنهك شوية بيبتدي مثلا نشك عادي خالص بنبص اللي فيه سوق ولا طب خلص حالي تخلصي حاملك وبعد الحمل يبتدي إيه نصلحه وبتقدر تولد طبيعي ولا ساعتها بيبقى فيصار طبيعي بتتحمل إلا إذا اسمه يتطلق والحاجات تتحمل آه عادي إلا إذا كان حصل عكاس للدم من الديمين إلى الشمال ساعتها بنبتدي إنه قلها لأ فلازم نلغي الحمل نلغي الحمل الحالة الوحيدة لإنهاء الحمل إنه يحصل إنعكاس للدم من الديمين إلى الديمين إلى الديمين الأيسر أو يحصل الارتفاع شديد في ضغط الشريان الرقاول ترجمة نانسي قنقر